يام رمضان بتجري سريعاً ودهنا في العد التنزولي لاستقبال العيد كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير في كل مكان لكن لينا واقفة النهاردة مع العدد في التوقيت ده والتزحم في المحلات والمولات وما بين ارتفاع مؤشرات الإصابة فيروس كورونا وطبعاً كمان الوفيات فدي أخبار محزنة طبعاً بأن كذا يوم الأرقام بتزداد ضروة الجائحة هو طبعاً اللي احنا بنحذر منه طول الوقت دورنا كمان التذكير بالإجراءات الوقائية والتأكيد على الإجراءات الصحية كمان تصحيح المفاهيم اللي هي ممكن تكون مغلوطة النهاردة هنتكلم بمبدأ صح أو غلط مع ضفنا الدكتور سامي الأجوري استشاري الرعاية المركزة طبعاً اللي منورنا النهاردة الحمد لله على سلامتك يا دكتور ومنورنا ربنا يبارك فيك قول لي يا دكتور كده مبدئياً قبل ما ندخل في فترة الأعياد والحاجات اللي طبعاً احنا بنعملها هي أكيد مش هكوم مناسبة للتوقيت اللي احنا فيه دلوقتي احنا فيه من الكورونا الأيام دي طب لو احنا كنا بنيكلم احنا فيه من الكورونا احنا فيه من نفسنا لو تفتكر احنا مرة اللي فاتت كنا نتكلم او مرات اللي فاتت كنا نتكلم ان المناعة هي الدرعة الأساسي للشخص اتنين ان انت تحمي المجتمع احسن ما تحمي او تعالج شخص واحد احنا فيه من الكورونا احنا فيه اخطاء الفترة اللي فاتت متزايدة قدت أن احنا بدخلنا في مرحلة جديدة أن الكيرف بدأ يعلى والكيرف بدأ يسرح بطريقة عنيفة فبالتبعي الأرقام بتزيد اللوفيات بتزيد الإصابات في التزايد فكرة الإصابات هنا أن احنا بنقسم الإصابة ما بين طفيفة وما بين متوسطة وعنيفة الإصابات العنيفة ما بقناش نشوفها كتير يعني المستشفات آية مليانة بس مش بالعنف اللي كان زي أول موجة الحالة مش صعبة يعني لا هي صعبة بس مش بالأعداد يعني عم في الحالات لا يقابله أعداد كتيرة عنيفة بس الأسوأ أن احنا الحالات المتوسطة أو الحالات الخفيفة كتير وأصحاب الحالات المتوسطة أو أصحاب الحالات الخفيفة متخيلين نفسهم أن هم ما عندهمش عراض أو أن هم عراضهم بسيطة فبالتبعي ده يجوز ليهم أن هم ما يتحركوا بكل سهول ودي أزمة طبعاً دي أزمة لأنه في الأساس الفيروس مش بيتحرك غير بخطوات ما احنا الفيروس بيتنقل به نحنا أو بيتنقل من مكان لمكان عن طريقنا احنا فبالتبعي عشان تقلل شوية من حدة الفيروس لازم تحد شوية من حركة البشر فعشان كده ده اللي هم نتكلم فيه بدل ما ندخل لمرحلة الإغلاق أو الحد من التحرك أو أن احنا يبقى فيه عندنا صورة من الصور الموجودة حالياً بره فعلاً احنا محتاجين احنا فعلاً نعمل كنترول على نفسنا بالذات في الفترة البقية من رمضان والفترة اللي جاية في العيد بمعنى بتسمع كتير جداً عن نفس كتير بتعني من أعراض يقول لك أنه أنا عندي ضر الإنفلوانزا هي متشابهة مع الكورونا هو مش عارف هو عارف عارف أنه كورونا هو عارف أنه كورونا وبيقول برد وبيقول برد عشان إيه؟ طب هو بيتحك على مين بيتحك على نفسه بس بيئزي مين؟ بيئزي الناس كلها هو عايز ينزل يشتري الحاجة اللي هو عايز ينزل يشتريها عايز ينزل يقعد مع أصحابه عايز ينزل يقابل الناس وممكن أحكي لك على قصص كتيرة جداً لناس فاقبين هاي ناس اللي هيقعد معها دي؟ أعز الناس بالنسبة له بالضبط سواء أهله أو أصدقاء منا فيه؟ طيب ما هو بيقعد كده المرحلة اللي بعدها بتبقى مرحلة الندم أنه يبدأ يكلمك كدكتور أنا كان عمدي كذا 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 ودروقتي بابا ماما ابني أخويا بيعاني من كذا هي دي الفكرة لو تفتكر إن عراض الكورونا هي مش عراض تنفسية فقط لما كنا بنقول إن عراض الكورونا هي عراض تنفسية في جزء منها لا يتجاوز التلاتين في المئة من الحالات فيه عراض جهاز هاضمي فيه عراض واضحة جداً للناس كلها زي فقدان حاس الشم والتزوق التكسير العنيف ليقوله السمع كمان دلوقتي بيتأثر حالياً ابتدت طبعاً كده فعشان كده زي ما أنت كنت تتكلم في الأول إحنا كلنا بنكلم على صح والغلط إيه الصح والغلط إيه اللي مفروض نعملوه إيه اللي مفروض نعملوش هنرجع تاني لما كنا بنكلم على لابس الماسك نحن نلبس الماسك والماسك بقى أما نيجي نخلعه نخلعه من وراء الأدام بيتقفل على بعضه بيتربط بيترمي فطهر إيدي كويس تخسي إيدي بطرية مستمرة مش لازم ألمس كل حاجة حولها طول ما أنا ماشي يعني دايما الناس عندها عادة أنها تلمس الحاجة بإيديها عشان تحاول تشوف مش المفروض أن أنت كل حاجة حوليك تلمسها تقلل من لمس الأشياء اللي حوليك الحاجة الثانية مجرد ما بلمس الحاجات دي أحاول أن ألجأ لأقرب مطهر لإيدي الحاجة الأهم أنا عندي أعراض أو بدأ يظهر عندي أعراض أو ظهر لأي حد في الأسرة أعراض الطبيعي أن الأسرة كلها تتعزل مش الشخص بس يعني أنا في حالة إيجابة في البيت دمع مش معناه أن المخالطين لي من حقهم أنهم ينزلوا الشارع وتحركوا بكل هدوء لازم في فترة حضانة يعودوا فيها في البيت احتواء للمرأة معتش بيحصل يا دكتور بس أمتى اللي جاوبت لا أصلا